تخيل أن هاتفك يمكن أن يطوى ليس مرة واحدة بل مرتين ليصبح بحجم الجيب ثم ينفتح ليصبح بحجم جهاز لوحي كامل كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ قصتنا اليوم يا سادى عن تسريبات حديثة كشفت أن شركة هواوي الصينية تقترب من إطلاق أول هاتف ذكي ثلاثي الطي في العالم لنغوص أكثر في التفاصيل المثيرة تظهر الصور المسربة رئيس مجموعة أعمال المستهلكين في هواوي ريتشارد ديو وهو يستخدم هذه التحفة التكنولوجية والمفاجأة الكبرى الهاتف يتميز بشاشة قابلة للطاي مزدوجة بحجم يقارب عشر بوصات أي بحجم جهاز لوحي صغير ولكن انتظروا فالأمر لا يتوقف عند هذا الحد هذا الهاتف الثوري سيعمل بنظام تشغيل هارموني أو آس نيكست مما يعني أنه سيكون قادرا على تشغيل تطبيقات بمستوى الحاسوب الشخصي أليس هذا مذهلا؟ هاتف وجهاز لوحي وكمبيوتر محمول كل ذلك في جهاز واحد ومن المتوقع أن يأتي هذا الجهاز التكنولوجي المتطور مزودا بمعارج كيرن من سلسلة ناين مما يجعله قويا بما يكفي لتلبية كافة احتياجاتكم وهل تعلمون متى سيكون متاحا؟ خلال الشهرين المقبلين نعم قبل إطلاق سلسلة ميد سافنتي الشهيرة وأخيرا دعونا نتذكر أن هواوي ليست غريبة على عالم الهواتف القابلة للطي فقد بدأت رحلتها في هذا المجال عام 2019 مع هاتف هواوي ميد اكس وتابعت مع ميد في هذا العام ولا مع هذا الهاتف الثلاثي الطي تدخل هواوي في منافسة شرسة مع عمالقة الصناعة مثل السامسونج كيف تتوقعون أن يغير الهاتف الثلاثي الطي طريقة استخدامنا للتكنولوجيا في حياتنا اليومية؟